إذا كان فيه وقعت مراس إن كل نصيب يروح لصاحبه لأن ده بيشالف شرع الله والقانون كمان فرض عقوبة في المسألة دي العقوبة تصل للحبس 6 شهور وغرامة 20 ألف جديد يعني من ينتنع عن تسليم المراس أو إنه يقدم المستنادة تدل على المراس بيعاقب بعقوبة الحبس وده قانون في سنة 2019 اتعمل ليه؟ اتعمل نتيجة إنه فيه بعض الشكاوى الكتيرة جداً اللي بتحصل بهذا الشكل أما فكرة بقى إن إخوتها خدوها وإخواته خدوه مضوه بالعافية نقدر هنا نسبة وقعة الإكراه يعني نقدر نعمل محضر في قسم الشرطة والفيه نتم إكراهي على توقيع مستندين معين وهنا يتم تحويل الموضوع للنيابة والنيابة تحيل هذا المستند للطب الشرعي والطب الشرعي يستطيع إثبات أن ما كان هذا الإصال أو هذا المستند قد وقع تحت إكراه من عدم إزاي الكلام ده؟ الكلام ده بيحصل نتيجة إنه طب الشرعي لما بيجي بيعمله تحليل بتاعة التوقيع لما الإنسان يبقى تحت ضغط أو إكراه بتتغير دورته الدموية وبالتالي وبالتالي ضغطت إيده وعب الورقة على الألم تختلف عن لو كان في ظروف طبعية إذن الطب الشرعي يستطيع أن يثبت أن هذه الورقة منضاء بشكل تحت إكراه من عدمه الاستشارة الثالثة التصالح في القضايا هل بيتم بتوكيل عام شامل ولا التوكيل خاص ويذكر فيه رقم القضية لأن اتصالحت في قضية بمجل توكيل عام شامل مذكور فيه التصالح والإكرار والإنقار لكن مأمور الشرعقاري رفض إنه يعمل محضر تصديق وعملوا إثبات تاريخ وقال لي ليجوز الصلح إلا بوقالة خاصة طيب شوف التصالح في قضايا الشركات مثلاً في قضايا بتوكيل خاص توكيل خاص بيتعامل توكيل خاص الشرعقاري والتوكيل ده بيبقى غير قابل للإلغاء بيتكتب فيه تصالحت أنا فلاني فلاني أو تنزلت أنا فلاني فلاني عن القضية رقم كذا اللي هي مضمونها الشيك كذا وقيمته كذا وده بيتعامل عليه تصديق الشرعقاري وبالتالي يقدم أمام المحكامة على فكرة المحاكم في قضايا الشيكات لا تقبل التوكيل العام تقبل توكيل خاص بشأن هذه القضية وده توكيل بيبقى يعني غير قابل للإلغاء أما التوكيل العام بيبقى معامل عام إيه لو أنت برضو ما وضحتش هالعام قضايا ما هو العام القضايا فيه إنكار وفيه تصالح وفيه كده بس لا يجزء التعامل بيه بهذا الشكل ولا عام شامل النصيحة هنا أنك إنت لو رايح تتصالح من فضل حضرتك هتدفع في نوصف قضية شيك عليك شيك وترفع عليك قضية وهتتصالح فيه يكون توكيل خاص مش توكيل عام توكيل خاص يديك الحق أنك إنت توفق قدام المحكمة وقتنازل للشارع اللي بعد كده هل في فرق هل في فرق بين العقد لو كان مسجل في الشارع قاري أو كان صحة التوقيع طول عمر يقولك وهتاني يقولك قضايا صحة التوقيع أو دعوة صحة التوقيع دعوة تحفظية يعني إيه تحفظية تحفظية دي يعني قاضي هنا لا ينظر لمضمون العقد ينظر للتوقيع فقط يعني التوقيع ده بتاع فلان ولا مش بتاعه أما اللي جوه العقد هو منوش علاقة بيه عشان كده هي دعوة غير ناقلة للملكية هي ما بتنقلش الملكية عشان كده أنا بقولك دايما وبحذرك من فضل حضرتك من فضل حضرتك لما تيجي تشتريع القار سجله دعوة صحة التوقيع تحفظ لك حاجة واحدة بس تحفظ لك أن فلاني الفلاني ده هو اللي وقع على العقد ده تحفظ لك تحفظ لك تحفظ لك